التكنولوجيا حاضرة وبقوة في منتدى شباب العالم منذ افتتاح المنتدى وحتى هذه اللحظة قضايا كثيرة تكنولوجية وتحديات أيضا تكنولوجية في هذا العصر يطرحها شباب العالم في المنتدى ننتقل وإياكم إلى كريم ببرسوة هذا اللقاء مع الدكتور محمد عمارة عضو تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين نتابع نعم ما زلنا في متابعة مستمرة لليوم الثاني للورش الرئيسية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة ربما العديد من الاحداث اليوم من اهمها يفتتاح متحف حياة كريمة والذي يعرض الانجازات التي تمت بالفعل على ارض الواقع قلالة جولة للرئيس عبدالفتاح السيسي داخل مركز المؤتمرات وبعض المعارض والمتاحف التي جاري عرضها بالفعل على هامش المنتدى ولكن نتحدث عن المنتدى بشكل عام وعن الانجازات أو ربما الأصداء ورد الفعل الخاص بمنتدى شباب العالم معي الآن ضيفي على الهواء النائب الدكتور محمد عمارة وهو عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسيسيين وأمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برحب بحضرتك فاندم في الأول عايزة فاندم نتكلم عن هذا المنتدى ووجود حجم مصغر أو متحف مصغر لحياة كريمة كيف أنا ممكن أن يؤثر ذلك على الشباب بشكل عام؟ أولاً برحب بحضرتك وبهني حضرتك وبهني الشعب المصر كله بانطلاق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم في يومها الثاني والآيكونة أنا بالتمنى بأطلق على منتدى شباب العالم آيكونة الدبلوماسية الشبابية العالمية يعني دلوقتي إحنا أصبحنا دلوقتي بنجمع كافة أطياف العالم بقى وسيلة تسوقية لمصر هامة جداً بقى في نفس الوقت نقطة ارتكاز هامة جداً لو إحنا جينا حللنا شوفنا مبارح المتحدثين في المنتدى وأكبر ثلاث منظمات دولية ممثلين ومراسلين اتحدثوا الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، بنك الدولي فده إن أعطى يعطي ثقل إن مصر لاعب إقليمي، الضيوف اللي عندنا المشاركة الجو الاحتفالي وخصوصاً كمان بعد جائحة كورونا وفي ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية ممكن إحنا بنتكلم دلوقتي يعني إحنا عشان مع السادر لكن برضو يعني متخزين الإجراءات الاحترازية على قد ما نقدر موضوعات المنتدى هي كلها متكاملة، التغيرات المناخية عند عرض التغيرات المناخية بيحصل فيها تغير ويحصل نتيجة استخدام مثلاً الطاقة الغير نظيفة والوقود الأحفوري فاستبدالها بالطاقة النظيفة، الطاقة النظيفة اللي هي محتاجة الزكاء الاصطناعي فهتلاقي كلها مترطبة معلي نائب يعني كمان كان فيه النهاردة كمان شفنا ردود أفعال من حقيقة رؤساء الدول بعض الدول الأوروبية بعض الدول الأسوال، شفنا ردود أفعال مباشرة الحقيقة وخاصة بمنتدى الشباب العالم كيف ترى ذلك؟ ده مش غريب لأن زي ما قلت لحضرتك مصر في عهد فخامة سيد الرئيس عفتاح السيسي بقى ذات ثقل سياسي ولاعب إقليمي ودولي وانتقلنا من مرحلة أننا معرقة البناء والبقاء إلى معرقة البناء مستمرين فيها ولكن دلوقتي بقينا الانفتاح أكتر بقينا نجني سمار يعني ما فيش أكتر من رئيس الجمهورية ما تكلم على الإصلاح الاقتصادي وقد إيه المصرين تجرعوا هذا واستحملوا فده جزاء طبيعي جدا أن أنت يبقى فيه مصار اهتمام من العالم ككل وبالأخص رؤساء الدول الأوروبية أو الكتلة الغربية بصفة عامة والعالم ككل ورأيناه بالفعل سيادة النائب دكتور محمد عمارة شكرا جزيلا على هذه المعلومات الوافية وبالفعل كما شاهدنا ورصدنا على مدار الأيام الماضية واليوم ردود أفعال وأصداء قوية بالفعل خاصة بمنتدى شباب العالم ليس فقط من الشباب الموجودين هنا داخل المنتدى ولكن أيضا أصداء منتدى شباب العالم من رؤساء الدول الغربية ورؤساء الدول الشرقية وكل الرؤساء الذين والدول التي تتابعوا بالفعل منتدى شباب العالم والآن عودة عليكم مرة أخرى شكرا جزيلا لك كريم بيبرس من منتدى شباب العالم وتنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي فكرة خرجت من رحم المؤتمر الوطني للشباب تجسدت بهذه الصورة البهية بهذا الشباب الواعد من خلال التنصيقية